موسيقى شاب بسيط بيحلمين ويبقى حاجة من منطقة شعبية فيها ناس كتير محتاجة زمان قبل ما نعرف التمييز والطبقية زمان قبل تفريق الناس طبقات بعنصرية مش حكار ما بين زماننا والحال أيامه دلوقتي قمت الشخص بفلوسه ومش باحترامه سفر الولد ببرا البلد عشان يأمن مستقبله واتقى ربنا في شغله ورزقه من أوله عدت سنتين وتجوز أحلى بنت شافتها عنيه من أول مرة شافتها دعا ربنا تبقى ليه وبدأوا بيت صغير توبة توبة وحدة وحدة كانت هي سلده في برد الغربة والوحدة وقوام ربنا رزقهم بقى أحلى بنت في البنات والرزق زاد بعدها بتلت إخوات ولاد والبيت كبر وديثي والغريب نسي غربته وبقى في وطن وحضنهم وفلقاهم فرحته غلطته إنه نسي إن الفرحة مش بتدوم المرض عرف طريقهم بقى بيزورهم كل يوم الموت قرر يختار أكبر ولد من ولاده ما بيتأخرش عمره بيجي في وقته وفي معاده ويدوب هدري فوقه من الصبمة اللي كانوا فيها والموت خطف الصغير في الزيارة اللي بعديها والحرب قامت في الخليج سنة التسعين راجعين بكفية أنا نعيش متغربين الغرب حال ما بينتهيش بين التولد وفيها أنا عيش ما بين غريب كوة بلادي وبلاد كتير ما تخصنيش بداية جديدة في مدينة محدش فيها ساكن سموها نصر صحرة وسعة وشوية مساكن حاول وعافر دور بس الفرصة مش متاحة ماليش مكان في بلدي قالها لنفسه وبصراحة اتغرب تاني واسب حابته والأولاد في كل سبت كات مكلمة طويلة في المعاد يطمنهم عليه ويحكي ازاي بيه وحشوه ويرد عليه ولاده يقول ونفسهم يشوفوه الغربة مش اختيار لما يكون ما فيش حلول عمر الفرق ما بيقصرت دايما بيزدي طول وبنبتكر الهدايا راح تعود الحبايب مين قال الهدايا تحل محل اللي غايب مرة جواب في صورة مرة رشيد في قصة كل ده بش كفاية أصلك وحشه لسه والعمر بيجري طاير زي جري حبيبه ابنه ورا تاكسي رايح على المطار زي التاكسي اللي قابله كان كل مرة يبكي لما بوي روح يسافر وينام في حضنه لما يرجع ايو انا لسه فاكر انا فاكر كل كلمة كل تفصيلة وسانية أصلي دي حكاية أبويا مش اي حكاية تانية تشبه في الحكاية ويا ما ناس كتيل متغربين اللي سفروا من شهور واللي هجروا من سنين والقصة مش بتخلص أصل الغربة بدمنا نجيل بيسلم ديل وأكيد حنسلم اللي بعدنا الغربة حال ما بينتيش دينة ولد وفيها نعيش ما بين غريبكم وبلادي وبلاد كتير متخصني قبلنا ومننا يام حلم وناس كتير حلموا بأرض خضرة واسعة وخير في الكمة لوش مثيل ولما صحيوا من منامهم لقيوا كل الأرض بور فاتحوا عنيهم في ظلمة ظلمة العقول اللي في السخور يكسر واللي منهم قال يقصر اللي قصر أم مسافر واللي حاول بعضه حصل في النهاية دي رسالة كلها تقدير لولدي عاش حياته بيفنع عمره عشان أقول عندي وعندي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر